طيب بمناسبة الكابت الخطيب بقى لانه وانحنا بنتكلم عن ضوابط العمل في النادي الاهلي وعلى نظام وسياسة النادي الاهلي معنين احنا في الاساس في مالك وكتاب من الحلقة الاولى يعني احنا وصلنا ل734 حلقة لتعزيز وارساء نظام النادي بحيث ان الصورة تصل كاملة للجمهور والاعضاء النادي عبر كل العصور ازاي النادي الاهلي بيتصرف وسوابة النادي الاهلي هي ايه تقاليد النادي مبادئه وسياسته خاصة لما يتعلق الامر بعلاقة الاهلي بالاطراف المسؤولة فيه وعلى رأسها في كرة القدم المدير الفني للفريق مستر بيتسو مسماني الفترة الاخيرة تحدث فضائيا حوالي موضوع العقد واثير جدل كبير في هذه الجزئية للتوضيح النهائي والمهمة باش مهندس خاصة ما يتعلق بنظام الاهلي شوف يا سيدة برحيم نظام الاهلي طبعا بيقولك ما تتكلمش في اي شأن قيد البحث في النادي الاهلي اللي عندما يصبح قرارا يعلنه المتحدث الرسمي لنادي الاهلي بالضبط اما ما يحدث من مفاوضات من اقتراحات من تحركات ده هذا امر لا يناقش وطبعا انت مؤكد هتجيلك لحظات مع بعض الافراد مش عايشين معاك مش متشربين منهجك ايوه فبحسن نية يصدر منهم ما يخالف هذا لكن انا عادة اتوقف عند حاجة عشان اوريك بقى نهج النادي الاهلي ايوه لما حصل تصريحات مصر المسلماني البعض سبقت تصريحات وهاجم مجلس ادارة النادي الاهلي ورونة بقى تعمله ايه كانوا عايزين رد ورد معلن من النادي الاهلي على هذا الاجراء ولكن النادي الاهلي ما بيعملش كده ليه ايوه لان له دستوره الحاكم في حاجة في علم الادارة عندما تنشأ مؤسسة بيسموها الحاكمة نا طبعا الحاكمة دي اتفق عليها بين الشركاء واطراف هذا المشروع طيب في كل مشكلة حنتصرف ازاي ايه الدستور اللي حنمشي عليه القواعد الحاكمة ويصبح ملزما القواعد الحاكمة القواعد الحاكمة في النادي الاهلي ليست دستورا مكتوبا ايوه ولكنه ارصخ من الدستور المكتوبة ليه ارصم وطراكم ثابت وغير ما بحدش بيحاول يغيره حتى حادش عارف يجي نحيته يعني انتا لما يحصل مشكلة يستطيع اي شخص متابع للنادي الاهلي وتاريخه يستنتج الاهلي هيتصرف ازاي الخطوة الجاية هتوبقى عاملة ازاي بالزبط هذه الحاكمة الحاكمة الملزمة الراصخة يسير علي النادي الاهلي طيب حدل القيع يطلع سواء بحسن نية او بسوق نية او بخروج عن النظام صرحها لو عامل النادي الاهلي تصرف عدل القيع بالمثل اصبحت المسألة سجال في وسائل الاعلام فلان قال والمجلس بيقول فلان قال وده اللي بيحصل لكن ده اللي بيحصل من الاعلام المحرية لكن اللي بيحصل من النادي الاهلي ابدا النادي الاهلي كالعادة ينكفئ على مشاكله لا يعلن ماذا يفعل يبتدي يدير بشكل مؤسسي حدث هذا الامر في الموضوع تم تكليف الكابتن حسان بيصال رسالة الى الراجل والراجل قال والله انا ااسف ده نظمكو وحلتزم بيه وانا ما كانش قصدي اخرج عن هذا واقف الى الموضوع هذا اتحدث للي عايزينها ولعة للذين يريدون انفقوا في الرماد الاهلي مش هيستدرج عشان يخرج برة هذه الحوكمة الغير مكتوبة التي تحكم تصرفاته مسؤولين او منتميين جيلا بعد جيل وهي صارمة جدا فالحقيقة يستطيع الاهلي من خلال نظامه والحوكمة الغير مكتوبة اللي هي بتشكل تقاليده تراديشنز بتاعته الرصخة انه يدير مشاكله دون تدخل من اي وسيلة خارج النادي الاهلي ولا ولن ولن هي ولن ولن يستدرج لما يريده البعض في ان احنا لا نخش مع بعض ونبقى لبانا الناس ندغى في ما يفعله الاهلي ما يفعله الاهلي قدرته عارفة هتعمل ايه والامور بتتلام على طول فورا فاللي عاديين يتكلموا بقى لكنهم عالمين بباطل المد دلوقتي بتتناقش البنود بتاعة الاتفاقات سواء فيه لعيب حيمشي او لعيب حييجي او مدير حيجدد او مدير مش حيجدد بتناقش بتفاصيل اصلاف ابراهيم والله لو حد مسجل لكل الاطراف دي ما حيادروا له بهذه الدقة وهذه يعني هو ليه فيها دقة لانها ما حصلتش الدقة المزعومة ما حصلتش فتستطيع تقول ما تريد او اللي نقال لك حاب يعمل انه قريب منك فيحدف لك حاجة اشتري مني لكن لا اشتري مني محدش اشتري من حد فيما يخص النادي الاهلي الا عندما تعلن الامور من خلال المتحدث الرسمي للنادي بعد ان تصبح قرارات ترجمة نانسي قنقر